بعض الناس غضوب كثير الغضب كثير الانفعالات حاد في طبعه فإذا قلت له لماذا تغضب قال غصب عني السؤال هل الغضب رغما عن أنفي وأنفك أم أن لا نختيار ونستطيع أن نكبح جماح الغضب الصحيح أن الغضب اختيار منك أنت ومني أنا والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة لا تغضب والله لو أن الإنسان لا يستطيع أن يكبح جماح الغضب لما أمر الحبيب رجلا أن يقول له لا تغضب لأن عندك اختيار لا تغضب حتى لا تفني عافيتك لا تغضب حتى لا ينفض أبناؤك من حولك لا تغضب حتى لا تكون الندامات في حياتك لا تغضب حتى لا تلعن تشتم تطلق لا تغضب حتى تكون مؤمنا يقول صعب حبيبنا يقول إنما الحلم بالتحلم والحلم عكس الغضب يا أخي الحبيب الغضب آخر محطاته الندامات الغضب جعل من حولك يفر منك وتستطيع أنك تعلم أنك لا تغضب أنك تغضب على فلان الموظف زميلك لكن لو أنه أغضبك المدير ما غضبت سمطة لعمرك اخترت أن تكون ساكنا لو قلت لك هذه مئة ألف وسأغضبك لمدة ساعة أشتمك وأغضبك إن لم تغضب أعطيتك مئة ألف ستبتسم وترد علي بابتسامات ليه ما غضبت يا أبو فلان يريد المال إذن هو قرار نتخذه فمن أراد السكينة في الحياة ومن حوله يحبه ولا تكثر نداماتك ويكون دائما مطمئن احذر من الغضب فإنه عدو السعادة أسعد الله قلوبكم بالطاعة قولوا آمين استودعكم الله